موسيقى أخبار ثانية على قناة يامن شباب نبدأها بالعنوي ميليشيا الحوثي تقصف شركة تهمة في منطقة كيلو سبع بالحديد والحكومة شرعية تنشر الشرطة العسكرية في المناطق المحررة بها صابتوا مدنيين في قصف شنته الميليشيا على حيا سكنيا في مأرب ومصرع وإصابة أربع حوثيين أثناء زراعتهم عبو وناسفة في أطراف اللحج لمشاركة المبعوث الأممي مارتين غريفث ألمانيا تنظم اجتماعا حول اليمن دون تنسيق مع الحكومة الشرعية والحكومة تعتبر ذلك تجاوزا من برلين لميثاق الأمم المتحدة أهلا بكم شنت ميليشيا الحوثية الانقلابية اليوم قصفا استهدف مقر إحدى شركات القطاع الخاص بمدينة الحديدة ما أدى إلى اندلاع حريق هائل وذكرت مصادر محلية أن حريقا هائلا اندلع في مبنى شركة التهمة التجارية التابعة لمجموعة إخوان ثابت في الحديدة جراء قصف مدفعي وصاروخي شنته ميليشيا الحوثية الانقلابية على مقر الشركة الكائن في منطقة كيلو سبعة هذا وقد نشرت سلطات الشرعية في الحديدة قوات من الشرطة العسكرية في المناطق المحررة من المحافظة لتأمينها أقلت مصادر حكومية أن قوات الشرطة العسكرية التي ينتمي أعضاؤها إلى محافظة الحديدة أقامت نقاط تفتيش في المناطق المحررة وفي الخامس من هذا الشهر أكد مدير شرطة الحديدة العميد الروكن مونير سليمان أن الأجهزة الأمنية وبدعم التحالف العربي مستعدة لتولي مهامها في تأمين المحافظة وإعادة الأمن والاستقرار فيها أقال العميد سليمان أن المناطق المحررة في الحديدة تشهد استقرارا أمنيا في ظل استمرار لتفعيل مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى ورفضها بالقوات المؤهلة والمدربة من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وإنهاء حالة الانفلات الأمني الذي عاشته تلك المناطق أثناء سيطرة الميليشيا جاء ذلك خلال تفقده عددا من الوحدات الأمنية في مديرية الخوخة ومع سكر قوات الأمن الخاصة وإطلاعها على سير العمل الأمني فيها ومساوى الجاهزية للقوات لتنفيذ أي مهام أمنية من أجل الترسيخ الأمن والاستقرار في كافة مناطق الحديدة قرار جديد من مجلس الأمن بشأن الحديدة في اليمن في محاولة لإنقاذ اتفاق الحديدة من الانهيار بعد الفشل الكامل في تنفيذ بنوده منذ توقيعها قبل شهر فهل ينقذ القرار اتفاق السويد بشأن الحديدة بالإجماع مرة أخرى وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بريطاني جديد بشأن اليمن هو الثاني خلال أقل من شهر وبالتحديد لدعم اتفاق السويد الخاص بالحديدة بنود القرار تطالب أمين عام الأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش بنشر البعثة التي أوصى بها على وجه السرعة في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن في وقت سابق وستعرف باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة البعثة تتكون وفقا للقرار من 75 مراقبا دوليا لمدة 6 أشهر لمراقبة تنفيذ الهدنة في الحديدة القرار وصفته بريطانيا بالتقني ويأتي تنفيذا لتوصية أمين عام الأمم المتحدة وعدع الدول الأعضاء ولسيما الدول المجاورة بدعم الأمم المتحدة على النحو المطلوب لتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وتطالب الأمم المتحدة بموارد وأصول مناسبة لضمان سلامة وأمن موظف الأمم المتحدة بما في ذلك المركبات المدرعة والبنية التحتية للاتصالات والطائرات والدعم الطبي المناسب مندوب اليمن بالأمم المتحدة عبدالله السعدي رحب بالقرار وفقا للتوابة التي التزم بها مجلس الأمن وأكد أن موقف الحكومة الثابت من أن السلام لن يكون سوى بسلام مستدام مبني على المرجعيات الثلاث وعبرت عن دعمها لاتفاق السويد دون تجزيها القرار الجديد ياتي برأي مراقبين محاولة جديدة من الأمم المتحدة لإنقاذ هدنة الحديدة من التعثر والفشل وانتهت المرحلة الأولى منه دون أي نجاح يذكر مع استمرار الخروقات الحوثية للهدنة طالبت منظمة رايتس رادر لحقوق الإنسان في العالم العربي طالبت مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بتحرك العاجل وذلك لإنقاذ حياة المعتقلين في سجن بئر أحمد بعدا قبل أن يفقدوا حياتهم وجاءت مطالبة المنظمة تزامنا مع إضراب مستمر عن الطعام منذ العشرين من شهر ديسمبر الماضي يقوم به المعتقلون في السجن الذي تشرف عليه الإمارات في عدن وذلك للفت أنظار العالم إلى قضياتهم المنسية بعد أن واجهوا أقسى أنواع التعذيب والتنكيل من قبل سجانهم وحثت المنظمة ومقرها هولندا المبعوث الأممي مارتين غريفث على ضم قضية معتقالية عدن ضمن القضايا العاجلة والملحة في تحركاته الراهنة لإنهاء معاناة عشرات المعتقلين في السجن ودعت نظمة ريتس رادر لإجراء تحقيق محايد وشفاف للكشف عن ملابسات حالات وفاة وأصابة أو إصابات خطيرة في معتقلات عدن التقرير السنوي الجديد لفريق الخبراء التابع للجنة وللجنة عقوبات مجلس الأمن تصدر تقريرها السنوي عن العام 2018 والتي تؤكد فيه السمرار التأكل الشرعية والسمرار تجزؤة اليمن على يد ميليشيا مدعومة من السعودية والإمارات تقرير جديد لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن عن العام 2018 يفيد باستمرار تأكل سلطة الحكومة الشرعية التقرير الذي حصلت وسائل إعلام على تسريبات منه ولم ينشر كاملا بعد يشير إلى عدم وجود سيطرة فعلية من قبل الحكومة اليمنية على الميليشيات المدعومة من الإمارات والسعودية وأن قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا والنخبتان الحضرمية والشبوانية يدعمون تطلعات الانفصال مضيفا بأن هناك عوائق كبيرة أمام عمل أجهزة الاستخبارات الحكومية جراء تهميش من قبل أجهزة مدعومة إماراتيا التقرير أكد أيضا أن معنويات القوات الحكومية تتراجع لعدم تلقيها رواتب بينما يتم الإضغاق على المدعومين إماراتيا وأن الرئيس هادي ورغم بقائه أكثر من سبعة أسابيع بعدا لم يتمكن من تعزيز سلطة الحكومة بالمناطق المحررة في موضوع الانتهاكات الإماراتية الخاصة بحقوق الإنسان في عدن أكد تقرير الخبراء أن المعلومات التي تلقاها فريق الخبراء تؤكد استمرار نمط الإخفاء القصري في سجون سرية في اليمن وأوضح فريق الخبراء أنه يحقق في معلومات تلقاها حول أربع حالات احتجاز قصري في سجون إماراتية حققت قوات الجيش الوطني تقدم ميدانيا جديدا بتحرير عدة مناطق وسلاسل جبلية في صعدة ونقل موقع الجيش أن قوات الجيش حررت جبل العماني الأعلى والمساحات المحيطة به عقب هجوم شنته على مواقع تمركز الميليشيا بمساندة مدفعية التحالف العربي أوضح الموقع أن الهجوم أسفر عن مصرع ثمانية حثيين وإصابة آخرين فيما استعادت قوات الجيش كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوع قتل وأصيب أربع مسلحين حثيين في انفجار عبوة الناسفة في جبل الحصن المطل على جبل الحمام والشيفان شمال الشريجة شمالي الأحج وقالت مصادر الميدانية أن عناصر الميليشيا قتلوا أثناء محاولتهم زراعة العبوة في جبل الحصن لإعاقة تقدم قوات الجيش وذكرت المصادر أن انفجار العبوة أسفر عن مصرع ثلاثة من عناصر الميليشيا وإصابة رابعا بجراح خطرة أصيب مدنيان بقصف صاروخي شنته ميليشيا الحوثية الانقلابية على منطقة الروضة المزدحمة بالسكان شمالية مأرب وقال الجريح بشير هزاع قائد إن الصاروخ كاتيوشا سقط أمام بيته وهو بين أهله فأسعف على الفور إثر إصابته بشضايا الصاروخ ما أحدث رعبا وهلعا بين النساء والأطفال كما أصيب الطفل إبراهيم بندر بشضايا صاروخ آخر وهو يلعب كرة القدم مع أصحابه في ذات المنطقة قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الروكن علي محسن إن الحرب التي فرضتها ميليشيا الانقلاب الحوثية على اليمنيين ستنتهي بانتهاء تمرد تلك الميليشيا وبانتهاء عملتها الإيران وانتهاء إسقاطها للدولة ووقف انتهاكاتها ضد اليمنيين جاء هذا لدى زيارته محافظ لحج اللواء الروكن أحمد التركي ومدير الكلية العسكرية اللواء الروكن عبد الكريم الزومحي الذين يتلقيان العناية الطبية في مستشفى بمدينة الأمير سلطان بالعاصمة السعودية الرياض جراء إصابتهم في الهجوم الحوثي على قاعدة العند الجوية وأشهد الفريق محسن بالدور الذي تقوم به دول التحالف ومساندتهم لليمن في موجهة المشروع الإيراني كما أكد اللواء التركي والزومحي أن معركة تحرير اليمنيين من الميليشيا الحوثية ماضية حتى تحرير كل شبر في اليمن والسعادة الشرعية قال نائب رئيس الوزراء سالم أحمد الخنبشي قال إن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثية الانقلابية كبدت اليمن خسائر مالية واقتصادية لا تقل عن 100 مليار دولار وأشار الخنبشي لدى استقبال وفد نوروبي نزور عدن إلى أن الحكومة تعكف حاليا لأعداد موزنة العام الجاري وستعطى الأولوية فيها للمشاريع الخدمية كد نائب رئيس الوزراء أن برنامج إعادة الإعمار يمثل أبرز التحديات التي تواجه الحكومة داعيا في السياق إلى رفع الحصار الذي تفرضه الميليشيا الحوثية عن المدن ومنها تعز وفتح ممرات آمنة للمدنيين العزل وإدخال المساعدة الإنسانية إلى مناطقهم وفي الشأن السياسي رحب المسؤول الحكومي بنعقاد اجتماعات مجلس النواب في عدن وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس هذه من جهته قال سفير الفرنسي كريستان تيسو أن زيارة الوفد الدبلوماسي لعدن هو اعتراف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالجهود الأمنية الناجحة فيها ودعم هذه الجهود أعلن وزير الخارجي الألماني حايكو ماس أن بلاده ستقدم لليمنيين أربعة ملايين ونصف المليون يورو من المساعدات أوضح ذلك خلال افتتاحه منتدى حول تسوية في اليمن ينظم في العاصمة برلين أننا نؤيد بشدة عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث وبصفة كمتبرعا أول سنشارك في عمل الصندوق برعاية ليز جرينتي ونأمل بأن يمثل أو يمتثل الآخرون بنا ويشارك في المنتدى كل من جريفث والمنسقة الأممية للشؤون الإنسانية ليز جرينتي في السياق أعلنت حكومة الجمهورية اليمنية تحفظها على نتائج الاجتماع الذي نظمته وزارة خارجية ألمانيا بمقرها في برلين أمس الأربعاء تحت مسمى الحوار الاستراتيجي رفع المستوى حول عملية السلام وأفاق الاستقرار في اليمن أوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الاجتماع جرى دون التنسيق أو التشاور المسبق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا كممثلا شرعيا للجمهورية اليمنية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقالت الخارجية أن مساعي إطلاق وإشهار برامج وخطط للأمم المتحدة خارج مؤسسات ومقرات الأمم المتحدة تتصل بوضع آليات لما يسمى بالاستقرار وجمع الموارد من الدول المانحة الصالح إنشاء آليات غير متفق عليها مع الحكومة اليمنية تشكل تجاوز مؤسفا لا يمكن تجاهل خاصة في الوقت الذي ينبغي على المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة رفض ودعم جهود الحكومة اليمنية والتعاون معها لتعزيز قدرتها على أداء وظائفها في خدمة كافة أبناء الشعب اليمني طالب رئيس فرع نقابة الصحفيين في عدن محمود ثابت طالب الحكومة مبثلة بوزارة الإعلام إلى القيام بواجبها تجاه الزميلين محمد النقيب ونبيل الجنيد الذين تعرضوا للإصابة جراء الهجوم الحوثية الذي سادف منصة العرض العسكري بقاعدة العند من قبل الميليشيا الانقلابية وانتقد ثابت في تصرح صحفي تجاهل وزارة الإعلام للزميلين المصابين أثناء قيامهما بمهمة تغطية إعلامية لفعالية حكومية رسمية أقال إن ذلك أمرا مخجلا بحق الدولة وقيادتها ونشد نقيب الصحفيين بعدا اتحاد الصحفيين الدوليين واتحاد الصحفيين العرب وكل المنظمات المعنية بالضغط على الحكومة للقيام بدورها الأخلاقي والوطني والإنساني تجاه علاج الزملاء واحترام مهمتهم الرسمية الحكومية والتي أصيبوا خلالها وقال ثابت إن تجاهل الحكومي أمر صادم ويبعث أعالى المزيد من المخاوف تجاه مستقبل العمل الصحفي المحفوف بمخاطر وتحديات للمرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد هذا وينتظر زميلان الجنعيد والنقيب استكمال إجراءات نقلهما لاستكمال علاجهما خارج اليمن وإخراج شضايا ما تزال تصوطن جسديهما حتى اللحظة شراء إصابتهم المباشرة في الهجوم لشن ناشطون يمنيون على موقع التواصل الاجتماعي حملة احتجاجية لمطالبة الحكومة بالعودة إلى الداخل لموجهة الفشل والعجز الحكومي والفساد المليء والإداري وانطلقت الحملة الإلكترونية التي تحمل شعار غادر الفنادق نتيجة لبقاء عضاء الحكومة في بعض العواصم العربية وإقامتهم الشبهة الدائمة في الفنادق في ظل تزايد لترد الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية والتدمير الكبير للهيكل الحكومي وانعدام المسئولية تجاه المواطن اليمني وقال منظموه الحملة إن إطلاق حملة غادر الفنادق تأتي انطلاقا من المسئولية الوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا اليمني ومكتسباته الوطنية العظيمة التي حضى لأجلها قوافل الشهداء والجرحة أشار بيان الحملة إلى أن صبر الشعب اليمني بلغ منتهى وهو يراقب الفشل والعجز الحكومي والفساد المالي والإداري في ظل حكومة أغلب أعضائها غائبين عن الواقع ومهاجرين خارج البلاد منذ أربع سنوات ما يقدر بدوره انتخابية كاملة لدى معظم دول العالم ودع البيان كافة اليمنيين والمنظمات والنقابات والسياسيين والإعلاميين والفنانين ومختلف شرائح ومكونات المجتمع اليمني لمناصرة هذه الحملة للضغط على الحكومة وتصحيح المسار بما يفضي لتحقيق دولة المؤسسات والشراك الوطنية وسيادة القانون أكد البيان أن الحملة تأتي في إطار المعارضة الوطنية المشروعة لمحاربة الفساد وتصحيح المسار وتحقيق العدالة والشراك الوطنية التي اتفق اليمنيون عليها وجسدتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني توفي الطفلة متأثرة بالتهابات حادة بسبب إصابتها بالبرد في مخيم نازحية العدين في منطقة الوادي بمأرب وجاءت الحادثة بعد يومين على تسجيل حالتي وفاة من إجمالي 23 حالة وصلت إلى مستشفى كراء بمأرب خلال الأسبوع الأول من شهر يناير وتعاني جميعها من التهابات رأوية حادة كما يعاني معظم الأطفال من سوء التغذية وشكى نازحه مخيم بمنطقة عرق أهل جلال شرق مدينة مأرب من نقص كبير في وسائل الإيواء والسلامة والحماية من البرد هذا وقد سبق وأن توفي الطفلة من ذات المخيم نهاية ديسمبر الماضي جراء البرد نبقى في مارب حيث يواجه الأطفال في مخيمات النزوح بالمحافظة أمراض ناتجة عن موجات البرد القارس أبرزها الالتهاب الرأوي بانتظار دور إغاثي للمنظمات يبدو غائبا حتى الآن يموت أطفال اليمن بألغام الحوثيين حينا وبقدائفهم أحيانا أخرى في مناطق أخرى يموتون بالقنص وملايين آخرون مهددون بالأوب الفتاكة وغير الفتاكة كل ذلك ثمن يدفع ليعيش عبد الملك الحوثي ونجله جبريل وأسرتهم على حساب ملايين اليمنيين من حم الضنك إلى الكوليرا إلى البرد القارس أمراض تلتهم أرواح الأطفال وليس كل الأطفال بل أطفال مشردون ومعدمون وفقراء وهم أغلبية الشعب غير أن أطفال النازحين يكونون الأكثر عرضة للأمراض والتي تؤدي إلى الموت نتيجة عتم التدخل الطبي اللازم في الوقت المناسب في مخيم عرق الجلال الواقع شرق مأرب يعيش عدد من النازحين تحت البرد القارس الذي يخطف حياة أطفالهم وكبارهم في ظروف قاسية تفتقر لأبسط الخدمات الضرورية للحياة البشرية بينما يتخطف البرد وأمراضه صحة صغارهم بنت سلمة وفات قبلية معدودة وابن تعبان بحين نرقو الحكومة والمنظمات في القارس أطفالنا لم يكن وحده من فقد ابنته وزهرة حياته ولم تكن ابنته هوية وحيدة فابنه الآخر ما زال مريضا بالالتهاب الرئوي الحاد أما مشفى كرى بمدينة مأرب فقد استقبلت خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 23 حالة جميعها تعاني من التهابات رئوية حادة بعضها في حالة خطرة جدا تحتاج إلى تنفس اصطناعي ثمانية منها أطفال ستة يطلقون العلاج واثنان آخران انتقلوا إلى بارئهم وصلت لولا في من بداية شهر واحد إلى الآن في حدود 15 حالة يعانوا من التهابات رئوية شديدة وفي حدود 8 حالة أطفال صغار من ضمنها في حدود 6 حالة اللي دخلت على جهاز تنفس الصعي يعني حالة تسرية جدا الحمد لله بعضها تحسنت في حدود حالتين وغلية ومعظم الحالات نازحون وإذا كانت الميليشيا الحوثية المتسبب الرئيس في تحويل حياة اليمنيين إلى جحيم يتجرعون فيه مرارات الموت والقهر والمرض والفقر فإن مسؤولي الحكومة لا يقومون بالحد الأدنى من واجباتهم تجاه عوائلهم فقط وصار مصير ملايين الأطفال اليمنيين بين إجرام الحوثيين وفساد الحكومة أما المنظمات الدولية فهي لا تعترف من العمل الإنساني إلا مؤتمرات التمويل والبيانات التي تدر دخلا مرتفعا ومشاريع وهمية أما التوزيع الذي تقدمه فهو إلى جباهات الحرب الحوثية لكي تستمر الأزمة ويستمر التمويل شرعة السلطات في حضر موت في ترتيبات لإقامة منشأة حكومية لتعبئة الغاز المنزلي بوادي حضر موت أنقش وكيل محافظة حضر موت لشؤون الوادي والصحرى عصام الكثير مع مسؤولين في الشركة اليمنية للغاز ومنشأة بروم للغاز الإجراءة التنفيذية لإقامة المشروع الذي يهدف إلى تأمين احتياجات وادي حضر موت من مادة الغاز المنزلي قال مدير التنسيق بالشركة اليمنية للغاز سلطان ناجي قال إن إقامة المشروع سيعمل على مزيد من الاستقرار التمويني من مادة الغاز المنزلي بوادي حضر موت مضيفا أن الشركة خصصت الاعتمادات اللازمة لهذا المشروع قال مدير عام شركة النفط في وادي وصحرى حضر موت عبد الرحمن بالفاس قال إن الشركة واجهت العديد من الصعوبات خلال العامين أو العام 2018 منها انهيار لقيمة العملة المحلية أمام الدولار وكذلك ارتفاع أسعار المشتقات عالميا مشيرا إلى أن ذلك تسبب بحدوث الأزمات بشكل متكرر في المشتقات النفطية واختلاف أسعارها وشكى مدير عام شركة النفط في وادي حضر موت من إجراءات استيراد النفط عبر الترجار وليس عبر الشركة مشيرا إلى أن هذه الخطوة خلقت عدة مشاكل وأزمات في المشتقات النفطية وقال إن شركة النفط بحاجة إلى توفير السيولة بالعملة الصعبة من أجل القيام بدورها في استيراد المشتقات النفطية إلى الأسواق المحلية داعي الحكومة إلى دعم شركة النفط بالعملة الصعبة بشكل متكرر واختلاف الأسعار وارتفاعها إلى حوالي وصلت تباع المواطن ب410 لتر البترول وارتفاع السعر العالمي للمشتقات النفطية وكذلك الذي يعنيه أكثر هو الاستيراد عبر التجار وليس عبر الشركة مباشرة تلقى منتخبنا الوطني خسارته الثالثة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم هذه المرة من المنتخب الفيتنامي بهدفين دون مقابل على السادة الزعب زايد في العين مساء أمس لحسب الجولة الثالثة من دور المجموعات هذا وكان منتخبنا قد خسر اللقاءين السابقين أمام إيران بخمسة أهداف نظيفة وأمام العراق بثلاثة أهداف نظيفة بهذه النتيجة تذيل منتخبنا ترتيب المجموعة الرابعة التي يتصدرها المنتخب الإيراني بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب العراقي الذي يحمل نفس الرصيد من النقاط يأتي في المركز الثالث المنتخب الفيتنامي بثلاثة نقاط هذا ولم تلبي مشاركة المنتخب في كأس آسيا بالإمارات لم تلبي تطلعات وأمال الجماهير اليمنية التي عبرت عن استنكارها الشديد لظهور المنتخب بهذا المستوى المتدني والذي يعكس مدى ضعف السعدادات منتخبنا للبطولة الأكبر على مستوى قارة آسيا نهاية النشرة تفكير بالعنو ميليشيا الحوثي تقصف شركة تهمة في منطقة كيلو سبعة بالحديدة والحكومة الشرعية تنشر الشرطة العسكرية في المناطق المحررة بها إصابة مدنيين في قصفا شنته الميليشيا على حيا سكنيا في مأرى ومصرع وإصابة أربع حوثيين أثناء زراعتهم عبوة ناسفة على أطراف اللحش بمشاركة المبعوث الأممي ألمانيا تنظم اجتماعا حول اليمن دون تنسيق مع الحكومة الشرعية والحكومة تعتبر ذلك تجاوز من برلين لميثاق الأمم المتحدة تطيئ ما زالت مستمرة تفاصيل أوفى مع المنتصف في أمل الله ترجمة نانسي قنقر